عودنا لكم من جديد مشاهدين الكرام الآن نتحدث عن هذه التصريحات التي أطلقها نجل رئيس التركي رجب طيب أردوغان بلال أردوغان والتي أشار فيها إلى مدى الفائدة الكبيرة التي تتحقق للاقتصاد التركي من وجود العمالة السورية كما أشار أيضا إلى أن معدل الجريمة بين السوريين في تركيا أقل من معدل الجريمة بين الأتراك هذه التصريحات أغضبت زجر أزالة رئيس حزو الشعب الجمهوري وهو أكبر أحزاب المعارضة في تركيا وهاجم بلال أردوغان قائلا بأنهم سيعملون على إسقاط الحكومة التركية في الفترة القادمة وعلى ترحيل السوريين إذا ما فازوا بالحكمة تصريحات كانت لافتة في خضم حديث قوي من قبل الرئيس أردوغان عن ضرورة القيام بالتحاد إسلامي يجمع الدولة التركية مع الدول العربية مع كل دول العالم الإسلامي من أجل مواجهة الأطماع الإسرائيلية في المنطقة خاصة وأن إسرائيل تعتبر تركيا دولة عدو كما أن لإسرائيل أطماع كبيرة في الأراضي التركية أمومن